ولمناقشة البيانة الذي أصدرته اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بشأن الأحداث في غزة وانتهاكات الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح تنضم إلينا عبر سكايب من لندن وضوة اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتورة فاطمة العاني دكتورة فاطمة سلام الله عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحيكم وحي مشاهديكم الكرام أهلا دكتورة أصدرتم في اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بيانا بشأن ما وصفتموه بصمود غزة وصمود أيضا أهالي حي الشيخ جراح بداية يعني كيف يمكن وصف الإجراءات التي يتخذها الاحتلال تجاه المقدسات في فلسطين وتجاه الشعب الفلسطيني في الداخل في قطاع غزة نعم أولا ألف تحية لشعبنا المرابط في فلسطين على المقاومة على البسالة على الشجاعة التي أبدوها التي يعني في الحقيقة يعني أرجعت الثقة للعالم بالشعب الفلسطين وقدرته على المقاومة والمواصلة برغم طبعا كل الهجمات الشريسة يعني ما يقوم به الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين سواء في حي الشيخ جراح أو عموما في كافة المناطق في فلسطين وكما يظهر للعالم وكما تناقلته وزقته عدسات الكاميرات والفلسطينيون أنفسهم يعني في حي الشيخ جراح هناك عملية تهجير قصري لمدنيين لم يقوم بأي أفعال مؤذية تجاه أي شيء في فلسطين هناك في مناطق يعني فلسطين كافة هناك حملات قمع وحشية الهجوم الوحشي على غزة والاستهداف للأحياء المدنية بالقصف الممنهج والذي كما شاهدنا وبنقل مباشر كيف يتم تهديم منازل سكنية ومكاتب ليست لها علاقة لا بأي عمليات عسكرية ولا وليست لها أي علاقة بأي منظمات كما يدعون إرهابية هي مجرد مناطق مدنية استهدفها الكيان الصهيوني من أجل طبعا كما هو معروف لأجل الضغط على المقاومة الفلسطينية هناك الاعتقالات العشوائية الاعتداءات على الشباب المتضامنين مع أهالي حي الشيخ جراح الخطباء أمة الجوامع ما حدث في القدس من حزة عنيفة في مسجد الأقصى لكل المسلمين في ليلة القدر من اعتداءات وضرب بالرصاص كما يدعون أنه رصاص مطاط وفي حقيقة رصاص حديدي أدى إلى كسور أدى إلى فقدان بصر الكثير من ابناء الشعب الفلسطيني الكثير منهم تعرض إلى الكسور في الجمجمة وأيضا الآن القتل بالرصاص الحي هذا التعامل الوحشي الصهيوني والذي هو طبعا معروف هذا هو تعامل الصهاينة مع ابناء الشعب الفلسطيني ليس من هذا الزمان وهذا الوقت بل منذ أن احتلت فلسطين واختصبها الصهاينة من أهلها دكتورة هذا التعامل الوحشي لم يكن الأول وليكن الأخير تجاه الشعب الفلسطيني هذا القمع لو أتينا إلى موضوع التفسير أو مسألة التفسير هذا القمع غير المسبوق وأيضا المتزايد من قبل الاحتلال الصهيوني تجاه المقدسيين وبالتالي تهجيرهم من بيوتهم الآن ضد الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال قصف منازلهم كيف يمكن تفسير هذه الجرائم دكتورة؟ يعني أولا هو عمل ممنهج هذا ليس بالعمل الجديد التي تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني الاحتلال الصهيوني يهدف إلى عدة أهداف أولا هو يحاول كسر وإذلال الشعب الفلسطيني عن طريق دهجير وتشريد العوائل من منازلهم وإذلال الشعب الفلسطيني واستغلال هذه الطروب من أجل الضغط على المقاومة الفلسطينية الباسلة من أجل أن توقف عمليات العسكرية الحقيقة التي أرعبت الكيان الصهيوني في عقر داره بإضافة إلى ذلك السيطرة على كافة مناطق فلسطين والتحكم لمصير الفلسطينيين ورأينا كيف أنها لم تسمح حتى بإقامة الانتخابات الفلسطينية الأخيرة عن طريق منع المقدسين من مشاركة في الانتخابات الحقيقة الكيان الصهيوني يهدف إلى طمس وجود فلسطين على الخارطة وجعلها خاضعة جميع هذه المناطق إلى سيطرة الصهاينة وأحلال المستوطنين مكان الفلسطينيين وتدمير ثقافة هذا الشعب وتدمير هويته خاصة وأن هذا التهجير ليس فقط تهجير داخلي بل هو تهجير إلى خارج فلسطين عن طريق عمليات الإبعاد أو عن طريق عمليات التهجير التي حدثت منذ عام 1948 و1946 وغيرها من الأحداث دكتورة هيئة علماء المسلمين في العراق يعني شاركت في التوقيع على بيان بشأن القدس وحي الشيخ جراح وقطاع غزة لكن السؤال المطروح هنا يعني ما مدى أهمية مشاركة الكيانات الوازنة على بيانات الدعم للقضية الفلسطينية والمقدسات بالتأكيد هذا شيء مهم للغاية كل دعم ولو يكون نحن نظنه بسيط هو في الحقيقة بالنسبة لأهالي فلسطين هو أو على الأقل هو رفع للمعنويات المشاركة في إشعارهم بأن الشعب العربي والشعب المسلم مع الفلسطينيين مع قضيتهم أيضا هذا يعطيهم دفعة في الصمود يعطيهم دفعة في الاستمرار والمواصلة إضافة إلى ذلك حتى أن هذه المشاركات ولو أنها عبر المواقع التواصل الاجتماعي هذا في الحقيقة يجعل إيصال وتحقيق أهداف من أجل استمرار نظام الشعب العراقي يجعلها تصل بأفسط الطرق وأفسط الوسائل إضافة إلى ذلك يعني هذا المشاركة لهذه القوى التي تحتل ما كان مميز في قلوب سواء العراقيين أو في قلب الشعب العربي في هذا السياق دكتورة في هذا السياق في سياق الحديث عن الكيانات الوازنة قال مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين دكتور مثنى حارض الضاري حيث قال أن الشعب العراقي مستنفر تجاه قضية فلسطين ما مدى ارتباط الشعب العراقي بقضية فلسطين تاريخيا دكتورة؟ يعني من المعروف جيدا أن الشعب العراقي قد أثبت قد أثبت ومنذ فترات طويلة وعلى مدى حكومات المتعاقبة أنه يقف مع قضية الشعب الفلسطيني ولن يسمح لأي خاء أن يبقى على أرض العراق خاء للقضية الفلسطينية الشعب العراقي احتضن الفلسطينيين الذين هجروا من منازلهم وقدم لهم كافة المساعدات وأعزهم وأكرمهم في بلدهم وجعل بلدهم الثاني العراق وكانوا يتمتعون بحقوق حالهم كحال مواطن العراقي دون الضغط عليهم من أجل أن يغيروا جنسيتهم أو يغيروا هويتهم إضافة إلى ذلك العراق كان يشجع ويدعم المقاومة الفلسطينية الباسلة يدعم الشعب الفلسطيني بتوفير المساعدات المادية لا ننسى الطائرات التي طارت من العراق لضرب أهداف الاحتلال الصهيوني في العراق خاصة في عام 1973 الطيارون البواسل الجيش العراق الباسل الذي لا زالت قبورهم لحد الآن شواهد في فلسطين عبر اسكايمي لندن عضوة اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتورة فاطمة العاني شكرا جزيلا لكم